الحرب النفسية والحملات التعبوية لثقافة الموت التي يروج لها الحوثيون فاقمت من ارتفاع معدلات جرائم القتل في ظل عرقلة الاجهزة القضائية من اداء مهامها الامر الذي احدث حالة الانفلات وترد الوضع الاقتصادي والعجز عن توفير لقمة العيش اليومية حتى اصبح القتل والموت مألوفا الاحصائيات الامنية المعلنة في مناطق سيطرة الحوثي تشير الى ارتفاع منسوب جرائم القتل وشروع في القتل وجرائم السرقة بشكل كبير ارقام جنائية كبيرة كشفت حالة الفوضى التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشي الحوثي فخلال شهر واحد فقط قتل واصيب 46 شخصا في محافظة اب بوحدها الاحصائية اوضحت ان المحافظة ايضا شهدت 559 جريمة خلال مايو الماضي تنوعت بين القتل والاصابة والسرقة والاعتداء والنهب وجرائم النصب واخرى مختلفة ومن بين الجرائم التي تم الكشف عنها 65 جريمة سرقة منازل ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية وغيرها فضل عن تسجيل 47 جريمة نصب واحتيال وتشهد العاصمة صنعاء ومدن اخرى واقعا تحت سيطرة الميليشي الحوثية انفلاتا امنيا غير مسبوق تزايدت فيه جرائم القتل والاغتيال والاختطاف والنهب والسرقة وغيرها من الجرائم الاخرى التي تغذيها عناصر وقيادات حوثية ترجمة نانسي قنقر